اشتركوا في القناة شرف انطلاقا من مبدأ تطبيق النظم الالكترونية في مختلف الجهات حتى لا يتطلب الحضور الشخصي وتسهيل الاجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وافق مجلس امانة العاصمة في اجتماعه اليوم على مقترح تغيير الالية بيع الزوايا من خلال استحداث نظام الالكتروني متكامل مع الجهات الخدمية الاخرى وإلغاء لجنة بيع الزوايا الحالية والاقتصار على دراسة الطلبات من خلال الجهات المختصة عبر نظام الالكتروني موحد وفيما اقترح المجلس شارع رقم 40 بمنطقة السيف توافق اعضاء مجلس امانة العاصمة مع اقتراح مجلس بلدي الشمالية على تسمية احد شوارع مملكة البحرين المهمة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واما على صعيد الاستثمار فقد وافق اعضاء المجلس على المقترح المرفوع من الجهاز التنفيذي لامانة العاصمة بان يتم استثمار احد العقارات التابعة لامانة العاصمة بطرحه لمزايدة للحصول على افضل العطاءات وفي ختام الجلسة تم بحث وضع المياه الجوفية في مملكة البحرين واستعراض جهود ادارة الهندسة الزراعية بوزارة الاشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني في المحافظة على الابار وخطتها الاستراتيجية اما من جانب اخر تم استعراض جهود امانة العاصمة واستجاباتها لبلاغات تجمع مياه الامطار التي هطلت على المملكة مؤخرا حيث اكد رئيس مجلس الامانة المهندس محمد علي الخزاعي بان هذه الجهود اثمرت بصورة ملحوظة في مختلف مناطق العاصمة ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين